أهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين في الحلقة الجديدة من برنامج إصنع نجاحك بنفسك وإحنا اليوم معكم في الحلقة الحادي عشر واللي بتتكلم عن موضوع رأس المال كثير إخواني الله وفاضل وجده لي بسؤال ما معي رأس مال لا يوجد لدي القدرة المادية لا يوجد لدي شريك أنا عندي فكرة أنا عندي دراسة جدوى أنا عندي يعني أشياء رائع لو نفذت ممكن يكون يعني مشروع رائع ويجير دخل كبير على كثير من الناس إخواني الله وفاضل بحكي لك اليوم أنه حل هذه المشكلة أنه مفهوم رأس المال أخي بالنسبة إليك اليوم اختلف يعني اليوم مفهوم رأس المال قبل اختلف اليوم عن إحنا بنعيشه وخليك معي في هذه الحلقة لنوضح أشياء مهمة عن موضوع رأس المال إذن أخي الفاضل أنت ممكن تعمل فكرة أو تبني مصنع كبير ضخم جدا يكلف 100 مليون دولار وتيجي شركة ناشئة عمرها سنة واحدة تخلي هذا المصنع يعني لا شيء أخي الفاضل من خلال فكرة واحدة أو فكرة ناشئة لا جزء عمرها العام الواحد من خلال تطبيق أو من خلال موقع أو من خلال يعني خدمة صغيرة عشان هيك بنقول لك أخي الفاضل اليوم اختلف مفهوم رأس المال اليوم أنت من خلال معرفتك الموجودة هنا أنت بتقدر تشكل الشيء اللي أنت بدك هيه بتشكل المنتج بتشكل الخدمة بتشكل الفكرة يعني هذه المعرفة أخي الفاضل هي الأساسي لهم وهي رأس مالك المعرفي هو رأس المال الحقيقي يعني هناك معادلة مهمة أخواني الأفاضل لمعادلة المعرفة أو رأس المال المعرفي يعني عندك المعرفة هنا ممكن أنت تعملها لإعادة تشكيل وبروسيسينج وإعادة هيكلة وهذه المعرفة الترجمة إلى ممكن حل مشكلة ممكن خدمة ممكن منتج ممكن تطبيق ممكن موقع يقدم خدمة وتقدر أخي الفاضل أنت بتعيد المعرفة اللي أنت بتبتلكها يعني كيف ما بدك وهذه المعرفة أخي الفاضل هي ممكن تسير فكرة جديدة وبالتالي هذه يعني تنهض بك إلى السحاب تذهب بك يعني إلى قمم الجبال من أهل القمة وأهل الأنجاح عشانك لازم أخي الفاضل تتقن معادلة رأس المال المعرفي وأجمل ما قرأت أخواني الأفاضل في موضوع رأس المال المعرفي أنه ممكن عالم مشهور أو جراحي كبير أو طبيب يعني يغادر بلاد الغرب مثلاً ويدخل على موظف الجمارك ويسألوا شو معك يعني ما معه لش أنت تهدمه معه وين علمه ومعرفته وين موجودة في هذا العقل يعني ما بديت جمرك عليها ما بدفع عليها فلوس أو ضرائب أخواني الأفاضل عشان هيك منقول لك أنه معرفتك ومهارتك اللي في عقلك هي تساوي يعني ملايين الدولارات عشان هيك دائماً احتفظ وطور هذه المعرفة وشكلها بما يفيدك ويعيد بالنفع عليك أخي الفاضل وخلينا أحكي لك أخي الفاضل أنه معرفتك اليوم هي كنزك الدفين ليش أخي الفاضل؟ لأنه هذه المعرفة أنت بتستطيع عادة تشكيلها بتستطيع هذه المعرفة أنها تجوب البلاد وتجوب يعني الأفاق وإنت بتقدر تعيد تشكيلها زي ما بدك أخي الفاضل بما يخدم يعني مصلحتك وبما يخدم يعني القيمة اللي بتقدمها للناس عشان هيك بنقول لك أخي الفاضل احرص على أنه أنت تزود اليوم معرفتك بشيء رائع وشيء نوعي وخلينا أحكي لك يعني أجمل ما في المعرفة أنه هي سهلة التداول وسهلة الانتشار بل وسريعة الانتشار يعني لو أنت ألفت كتاب كتبت أخي الفاضل فهو يجوب الدنيا والكل يقرأ وممكن كل العالم يشتري منك أخي الفاضل وإنت نايم مكانك عشان هيك بقول لك أنه أنت اليوم لازم تبدأ من مكانك من موضوعك من خلفيتك اللي أنت موجود عليها وما تقول لي أنه أنا اليوم الله يعني متدني على المعرفة أو مستوى ما بينفع الأخي الفاضل ابدأ من حيث أنت الآن الفرصة والمستقبل موجود أمامك يعني أنظر إلى المستقبل يعني بإشراقة رائعة وخلينا أحكي لك عن معادلة المعرفة هي معادلة رائعة أخي الفاضل لو أنت استثمرت وفهمت بالشكل الصح هذه ممكن تكسبك ألاف الدولارات المعرفة أول إشي بتبدأ أخي الفاضل ثم ممكن تتجع أن هذه المعرفة فكرة جديدة بعد ذلك الفكرة جديدة تترجم إلى منتج أو خدمة تكون بتقدم قيمة أخي الفاضل يعني أصل المعرفة قيمة القيمة هذه طبعا بتضيف إما منتج أسرع أو خدمة أسرع أو تفر كان نوع القيمة التي أنت بتقدمها للناس طبعا هذه بتصل لآلاف بل ولا ملايين الناس أخوانا فاضل خصوصا في وقت الاتصالات العالي الأونلاين ماركتنج وبعد ذلك هذه بتتحول إلى مال يعني أصل المال هو مين يا جماعة هو معرفة هو إيش قيمة معرفية رأس مال معرفي أصل المال يعني مال بجيك دولارات أنت بتكسبه لازم تتحول هذه المعرفة إلى هذا المال من خلال معادلة المعرفة وأنا هيك يعني بني حلقتي معكم من هذا اليوم بتمنى تكون هذه الحلقة رائعة وشيقة وخلينا أشوفكم في حلقة الغد بإذن الله تعالى بشوفكم على خير وبختم حديثي بقول الله عز وجل ربنا عليك توكن وعليك أنا ابنى وإليك المصير ورمضانكم كريم إن شاء الله تعالى